إيه الفرق ما بين محمد صلاح، نيني، حجازي، تريزيجير، مجموعة اللي موجودة وما بين اللي ماكملش من وجهة نظرك؟ العقلية، التفكير، التضحية، واحد ساب حاجة عشان يوصل الحاجة دي، واحد ما قدرش يسيبها، واحد فضل ماسك هنا، واحد فيه ناس جات لها فرص انها تفضل وتبتدي كان بداياتها صعبة في الاحتراف ما استحملتش، رجعت، فيه ناس بدايتها كانت صعبة، كلهم كانت بدايتهم صعبة في الاحتراف يعني كلهم قبلتهم حاجات كتيرة مطبط كتيرة جدا، يعني لو هتاخد على البيجي ستار صلاح يعني قبل حاجات كتيرة جدا، قبل مشكلة قبل، لا من اول سويسرة لما راح وابتدى يتعلم اللغة، ابتدى يتعلم اللغة، وعمل مواسم كويسة، بعدين يجيلوا بعد سنتين عارضين في وقت واحد قبل ليفربول وتشيلسي، تشيلسي دخل، بس هو راح تشيلسي لأن موريني يكلموا في ساعتها، وقال له أنا محتاجك، وهو راح تشيلسي قبل عقبات، ما استسلمش، كم ممكن يستسلم، ما استسلمش قبل أن أعزت العارة، راح تراح على فورنتينا، وبعدين من فورنتينا راح رايح روما، اشتغل، صلاح عنده ميزة أنه بيستفيد من كل مدرب بيشتغل معه، كل مدرب ياخد من عنده حاجة يستفيد بيها، بلدتي فرق معه في جزء كبير من التطوير، كان مصمم هو أنه يرجع انجلترا لأنه مش حاسس أنه عمل حاجة في انجلترا، فرجع، كل دي عقليات، أنت بتفكر إزاي أنك عايز تعد العقبة دي وعد العقبة دي، عشان كده العقلية بتفرق بشكل كبير جدا في تطورك، تطور دماغك، بينعكس على تطور جسمك، على تطور طموحك، كل الحاجات دي كلها هل حالك على تواصل مع محمد لغاية الوقت؟ لسه من يومين تلاتة ما بنهني بعيد ميلاده يعني الكلام ده بيبقى حلوي لأنه ناس ممكن تقول لك يا أصلي صلاح كبر، صلاح بقى في حتة تانية؟ لا صلاح وكلهم، ولكن أنا على تواصل معهم كلهم، لكن لا صلاح عمره كبر وعمره إنسان موهز ده جزء من العقلية، ده جزء كبير من العقلية، إنك إنت دايما المدربين الكبار في قط اللبس بعد ما بيكسب ماتش، اللي بيتسئل يقولك علينا أن نتواضع عشان الماتش اللي بعده لازم نتواضع، إحنا كسبنا وفرحانين علينا أن نتواضع، لأنه التواضع جزء من العقلية السليمة، جزء من إنك تفكر في إن طموحك مفيش حاجة تعطله، الأحاجات دي كلها، لكن صلاح قيمة التواضع، قيمة الإنسانية، وده بينعكس عليه، بتشوف كل زميله بتكلمه إزاي، كل من بيتعامل مع صلاح بتكلم عليه إزاي بشكل إيجابي يعني